مساءكم خير يمكن في الفقرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن تأدير وتكريم المرأة والفن وقصص ملهمة جميلة كنا فرحانين بيها وبنحتفي بيها النهاردة يمكن واحدة من الحاجات اللي إحنا حقيقي طول الوقت حاسين إن إحنا مش عارفين موقفنا منها إيه إحنا بنحبها جداً وبنستناها جداً بس مش عارفين إحنا بنقدرها بجد ولا لأ واحدة من الحاجات دي هي الكتابة أحياناً كتير تلاقي الواحد فينا كده ينبهر بالصورة ينبهر بالفنان اللي بيحبه لكن السيناريو الحوار القصة قد إيه تبقى قريبة مني وبتلمسني وبتفرق معايا نتكلم في التفصيلة دي إحنا مش عارفين إحنا بجد مركزين في التفصيلة دي ولا هي بالنسبة لنا جزء من العمل قبل ما أقول لكم أن إحنا معنا ضيف مميز جداً وفنان كبير يعني أنا بتهيأ لي أو يمكن يكون كلامي غلط إنه حاجة بتدايق جداً أي شخص بيكتب لما يتقل مثلاً على السيناريو ورق لأنه مش ورق لأنه حياة وتفاصيل وفكرة وحاجات كتير قوي بتحصل هنعرفها النهاردة في لقاء خاص جداً يعني إحنا محظوظين به مع السيناريست محمد سليمان عبد المالك مؤلف المسلسل الرمضاني الجايرة جاية هوا ولبتدينا نشوف بقى التريلرز والإعلانات بتاعته مساء الخير على حضرتك مساء النور أهلاً وسهلاً أهلاً بيك دكتور أهلاً بحضرتك دكتور بقى ماشي لأنه أفضل مصر على دكتور دي لأنه ما جاتش بالساهل آه لا هي ما جاتش بالساهل طبعاً سنين دراسة طويلة وقعت حوالي خمس سنين معيد في كلية الطب فلا يعني هي جزء من يعني طب يا جماعة دكتور الطب مش في الأدب طيب يعني بس هو الطب والأدب مش بعاد عن بعض والطب والفن كمان مش بعاد عن بعض نفسي عرف السر ده أظن أنه حاجتين الحاجة الأولانية أنه دراسة الطب بتنظم التفكير جداً بتخليك يعني أولاً هي دراسة ممتعة بالمناسبة جداً وبتخليك بتفتح مدركك على أماط يمكن لو أنت مدرسش طب مش حتخش فيها دي نمرة واحد نمرة اتنين أنت بتتعامل مع بشر برضو بتتعامل معهم كمان في لحظات صعبة قوي لحظات الألم والمعاناة والحياة والموت يعني برضو دي مسألة أنت بتقرب قوي من من النفس الإنسانية وبتشوفها يمكن في لحظات خاصة ما يوردو مش لحظات عامة قوي يعني فده السبب يمكن أنه في الآخر لو حد عنده حس فني أو موهبة أنه الطب بيبلورها وبيبينها أكتر ما بيأخدش منها يعني يعني ممكن يكون دي وجهت نظري بالزبط ترجمة نانسي قنقر